يا بنتي مالك رجع من برا مبوزة وضربة بوسك دليه ومكشرة في اي حبيبتي اللي حصل مفيش حاجة يا ماما اصلا وانا في الشارع الناس كلها دايما انت بصلي زي ما يكون عاملة عاملة كل دايان عشان لسه ما تجوزتش لحد دلوقتي يا بنتي كبر دماغك هي الناس بتسيب حد في حاله ما كده ولا كده بيتكلمه اتكبر دماغك منهم خالص حاضر حاضر يلا على الباب مين اللي بتخبر انا انا يا امو شايماء انا جارت كل ساكنة قدامك يا باي جارتنا دي ما بحبهاش مفيش بتسوابقها كل ما تشوفني самые الكلمتين هو انت يا بنتي مش هتتجوزي هو انت لسهiros بها انا ادخل جوا يا ماما لا تبسحي يا حبيبتي تعالي تعالي يامو محمود تفضلي يا حبيبتي اتفضلي لا يا حبيبتي ولا ازعج ولا حاجة ايه ده شايماء ازيك يا حبيبتي عاملة ايه اخبارك ايه ازيك يا طنت عاملة ايه اخبارك ايه واولادك عاملين ايه الحمد لله يا حبيبتي بخير والله مش عارفة والله يا بنتي هي الرجالة عمية مش شايفين الحلاوة والجمال ده كله هنعمل ايه يا امو محمود الاسمه والنصبي اختي اما ادخل يا حبيبتي عامل للكبات عصير ولا حاجة لا لا يا حبيبتي عصير ايه مالوش لازمة ده انا كنت جاي يعد معاكو شوية كده وهروحتنا على طول عشان اكمل الطبيق لا يا حبيبتي مايصحش لازم تشربي حاجة ده وجبك عن اذنك هخش عملك العصير وانت يا حبيبتي هو انت هتفضلي قاعدة كده من غير جواز انت سنك كبر ده انت يا دوب تتجوزي راجل مطلق ولا ارمل اوعي ترفضي اي حد اللي زيك دلوقتي يا حبيبتي متجوزين واقعدين في بيوتهم ومخلفين عيال وعيالكم كبيرة اه ماينفعش تفضلي قاعدة كده زي البيت الواق كل شيء اسمه ونصيب يا طنط ولما النصيب ييجي محدش هيحوشه شوفيني يا حبيبتي قدامك اهو انا الفرق بيني وبينك عشر سنين لكن عيالي شايف عيالي بقى قد ايد الوقتي انت المفروض تدور على نفسك وعلى حالك مش كل واحد يجيلك ترفضي اي حد يجيلك يا حبيبتي وفق ايه عليه على طول انت خلاص عدت السن خلاص كده بقتي عانس كل شيء اسمه ونصيب يا طنط وانا يعني اللي حشي العرسان من هم يجولي طيب يا حبيبتي حروح انا شقتي بقى عشان يدوب ايه جوز يدوب هيرجع كده من الشغل الحق اوضابله الغداء ما انت عارفة بقى ولا اقولك هتقرف منين ما انت لسه انيسة متجوزتش متقرفش حاجة ده الستر غريبة دي استغفر الله العزيم يا رب قال ايه كل شوية مش هتتجوزي هو انا قاعدة في قرصها ما انا قاعدة في بيتي ابويا واهلي هم اللي بيصرفوا علي ولا تكونش هي اللي بتصرف علي وانا ما عرفش عزو بالله ده ايه القرف ده ايه ده هي مشت اه يا ماما مشت مشت رح غارت في ستين ده يا اله يا رب ما ترجع هنا تاني ده قرفتني في عشتي ربنا يا خدها ليه يا بنتي بس كده ده ستة طيبة وبتحبنا ده زهقتني في عشتي يا ماما ده كل شوية هو انت مش هتتجوزي وانت قاعدة ليه وانت ما بتدوريش على نفسك ليه هي مفكرة يعني هي لما تقولك كلمتين كده ان هي يعني بتحبك وان كلامها حلو وان انت هتقباليه هي مفيش في دماغها حاجة وحشة انا دخل اقلت يا ماما هاخش انام ربنا يكرمك يا بنتي ويرزقك بالزوج الصالح تعبت يا ربي من كل الناس اللي عملا تتكلم علينا وتتكلم على بنتي ويعيروها ان هي لسه ما تجوزتش استغفر الله العظيم يا رب يا رب رزقها يا رب بعريس كويس ايه ده شايماء وانا برضو بقول ايه الامر اللي مقابلني ده اخبار الشغل اللي انا جبت تقولك ايه الحمد لله والله تمام ولو اني صاحب الشركة رخم بس يالله اي حاجة اي شغلانة عشان انزل واطلعك وكده حتى على رأيي ماما يعني علشان الناس تشوفني والله يا بنتي منعارف الرجال اتعمد في نواضرها ولا ايه ده انت بسم الله ما شاء الله زي الامر مش فاهم يا بنتي في ايه والله بنتك بنتك ايه معقولة ده انت لسه صغير اه بقى ما هو الواحد كبر وتجوز وخلف بقى وانت بالنسبة لي بقيت زي بنتي عينة صغيرة لا 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 ده انا شايفك لسه صغير خالص والله ولا اتشارت الاصفر الجميل اللي انت لابسه ده حلوة او عليك بجد اتشارت ده عجبك ده انا كل ما قولي الامرات ان اتشارت ده حلوة وعجبني تقولي لا ده وحش وحش عليك والله مش عارفة انت ازاي جوزت طنطم ومحمود دي دي مش لايقى عليك خالص انت عايز واحدة كده تكون صغيرة تاخد بالها منك وتهتم بيك اهو بقى كل شيء نصيب هي مين بس اللي توافق علي ولا ترضى بيا بعد ما خلفت وبقى معايا جزعيال صغيرين يا بس كده ده الف واحدة تتمناك وبعدين انت لسه شكلك صغير ما انتش كبير ولا حاجة انت بس اللي نكبر نفسك مقلت ليش بقى اخبار الشغل بتاعك ايه اهو وجع دماغ والله ما انت عارفة بقى شغل العقارات والله طب بقولك ايه انا ليا واحدة صاحبتي بتدور على شقة لو ينفع يعني تديني رقم تليفونك علشان ادهولها وهي تتواصل معاك يبقى قطر خيرك وماله يا سيدي خد الرقم مفيش مشكلة خالص بقولك انا هرن انا عليك وبسجل الرقم وتديل صاحبتك عادي مفيش مشكلة خلاص ماشي حسنك ترن علي علشان اخد الرقم بتاعك بس بقولك ممكن تسمحيلي يعني ابقى اتطمن عليك كده من وقت للتاني اه طبعا ولا يهمك ده انا ابقى مبسوطة جدا لو كلمتني والله طب بقولك عن اذنك انا بقى انا هستأذن وبطمنين عليك اه ولو الشغل بتاعك مش عاجبك ممكن انقلك اجيبك الشغل بتاعي عندنا خلاص ماشي مع الف سلامة طيب ايوة تمام تمام ماشي يا حسام ولا عايزنا اقولك يا ابو محمود انا فعلا شايفة كده ان انا اقولك يا حسام احسن اصلا ابو محمود دي مكبرك قوي انما يا حسام مخليك صغير مراتك نقولها يا امو محمود عادي انما انت لقى نقولك يا حسام بس ماشي ماشي مع السلامة بقى مع السلامة يا حسام بتكلمي مين كده يا شايماء وعملت اتحكي كده واتكاركري ومزاجك حاله ده الاستاذ حسام يا ماما استاذ حسام استاذ حسام مين ده زميلك في الشغل يعني ولا ايه لا يا ماما استاذ حسام ابو محمود جراننا اللي سكنين في وشنا اه جوز الست امو محمود اللي قدامنا وده عايز منك ايه وبيكلمك ليه ان شاء الله وخد رقمك ازاي مفيش يا ماما ده انا كنت قابلته كده بالصدفة من شهر وعرف ان هو شغال في العقارات فواحد صاحبتي كانت عاوزة شقة وانا كنت بقوله عليها يعني مش حاجة ده راجل زوق جدا يا ماما ومحترم بس انت انستي يعين امك ان هو راجل متجوز وعنده ولدان ليه يا ماما هو انت ناسية لما امو محمود جات لي هنا وقعدت تقول لي وافقي على اي عريس يجيلك متجوز متلق ارمل ما ترفضيش اي حد وانا شايفة راجل محترم ومناسب لي جدا وبعدين يا ماما بصراحة انا معجبة بيه جدا وهو كمان شكله معجب بيه يا بنت مش كده الست مكادش تقصد حاجة مش عشان قولي قالتلي الكلمتين يدي اوكي هتروح تاخد الراجل مناها لا يا بنت مينفعش كده هي بس كتب تقول كده عشان بتحبك يا ماما انا محطتش كلام الست في دماغي ولا حاجة بس انا لما انزلت الشارع وقابلت الراجل وتكلمت معاه لقيت راجل محترم جدا وعجبت بيه ولقيت راجل غير حق خالص غير ميراته خالص دي هي حتى مايش لايق عليه خالص هو حاجة تانية يا بنتي ملناش دعوة دي حاجة ما تخصناش لايق عليه ولا مش لايق عليه انت عايزانا نخرب بيوت الناس دي عندها ولادين يا بنتي مايصحش بقولك يا ماما الراجل من حقه يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة ما جاتش علي انا يعني لما يتجوز واحدة كمان فيها ايه المشكلة وانت جاية بقى دلوقتي بعد ما فيه راجل جايلي عريس عايز يتقدملي انت تقوليلي لا حط عقلك في راسك يا بنتي وفقار كويس انا قلتلك اللي يرد زمتي قدام ربنا دي جارتنا وما ينفعش نقزيها ونخرب بيتها دي لو عرفت يا بنت انت بتتكلمي مع جوزها هتجي تهلل هنا وتعمل لنا مشكلة وتمسك فينا وتتخنق معنا وتفرج علينا الناس ابقي سيبين انا يا ماما وانا هتفهم معاها انا الستة دي متضايقة منها من زمان لو جات فتحت بقها انا اللي هتكلم انا معاها وانا اللي هعرف اخلص معاها ابقي سيبيني ليها ربنا يهديك يا بنتي ربنا يهديك وحط عقلك في راسك اما ليه يعني هي هتقول لي كلامه خلاص وافق على اي عريس يجيلك خلاص هدين سمعت كلامها وهوافق على اي عريس يجيلي حتى لو كن رجل متجوز ان شاء الله حتى يكون جوزها بصراحة يا حجة من ساعة ما شفت شايماء وقفت اتكلمتي معاها ولقتها انسانة مصقفة كده ونطبة ودماغها كبير وزكية جدا وانا بصراحة عجبتني جدا وقلت ادخل البيت من بابه واطلب ايديها من حضرتك يا حجة ولو ما فيش اي مانع يبقى نقرى الفتحة دلوقتي وكاتب الكتاب نخلي الاسبوع اللي جاي يا ابني بس ابوها مسافر برا ومش هينزل اللي بعد سنة انا اتصلت على بابا يا ماما وحكيت له كل حاجة وهو موافق ما عندوش اي مشكلة طيب يا حجة يعني ما فيش اي مشاكل اهو لا يا ابني في مشكلة ومشكلة كبيرة جدا مراتك لما تعرف هتعمل ايه ده هتجي دفضحنا هنا وتفتح علينا زرها لا يا ابني وهي كمان لسنها طويل وشرشوحة وهتجي هنا تجرسنا فوسط الناس وانا مش هسمح يا ابني مش هسمح ان حد يجيب سرد بنتي باي كلمة وحشة لو عملت كده يا حجة انا اللي هقف لها وهعرف ازاي وقف عند حدها هيا حجة قلت ايه رأيك ايه بقى هي يا ماما ما تقولي رأيك بقى قلت ايه خلاص يا بنتي هقول ايه طالما ابوك موافق وانت موافقة والعريس موافق يبقى انا بقى اللي هعترض وهوقف فرحتكو افرحي يا بنتي افرحي وانبسطي طب زغريتة حلوة بقى كده يا حماتي ايوة كده يا ماما خلي الفرح يدخل بيتنا بقى خلينا نفرح طيب طيب يلا على الباب جاية ها ازايك يا امو شايماء عامل ايه يا حبيبتي ده انا سمع زغريتة عندكو قلت ان ماجه افرح معاكو ومالا يا حبيبتي تعالي افرحي ده الفرح بيحب اللم لأ وانت بالذات لما تعرفي اهد افرحي فرحة مش عايز اقولك ازاي ايه يا طانت مش هتقولي لي مبروك ايه ده حسام هو انت اللي جابك هنا هو العريس تابعك يعني او انت اللي جايبه او ايه الله هو انت ما تعرفيش ولا ايه يا طانت ما هو حسام يبقى هو العريس ما هو اللي جاي قرفت حيطه دلوقتي وان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون فرحنا ما تبركلي يا طانت ولا ترقى عندنا كتا زغروطة مانا سمعت كلامك هو فقت على اي عريس يجيلي متجوز مطلق ارمال اي حاجة مرفضش اي عريس وخلاص انا عملت بنصحتك ايه ده ايه كلام اللي بتقوله ده الكلام ده صحيح يا حسام ما تردوا علي انت بتعملوا فيا مقلب ولا دي الحقيقة ما تردوا لا يا حبيبتي مقلب ايه ما الكلام صحيح قدامك اهو ما هلبيت اخدت بنصحتك ووافقت على اي عريس مع اني والله ما كنتش موافقة قلتها جارتنا مينفعش نخرب بيتها بس مفيش فايدة قالتلي يا ماما الست نصحتني اعمل كده انا لازم اخد بنصحتها وبعدان الراجل عجبني بقى ودخل دماغي ولازم اتجوز وانا هفضل قعدة كده من غير جواز فقلت بقى هنعمل بنصحتك يا حبيبتي نصحتي نصحت ده ايه ده جوزي ابو عيالي انت عايزة تختفي مني جوزي هو ايه اللي خطفته منك ومش عارف ايه الكلام ده هو انا عائل صغير ولا انا لعبة انا يا ست اللي عايز اتجوزها وانا اللي عايز ارتبط بيها طلع نفسك بقى من الموضوع يعني ايه الكلام ده طب وباتنا وعيالنا هقول لهم ايه مالك مكبرة الموضوع قوي كده ليه انا الشرق محلل لتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة وانا راجل مكتدر واقدر افتح بيتان ايه يعني المشكلة ايه رأيكو يا جماعة في اللي بيحصل ده الصحيح هيحصل مشاكل بين الرجل ده وامراته وبيتهم ممكن يتخرب بس انا متمسكة بالرجل وعاوزاه ما نسمعت نصحتها ما هي اللي جدت نصحتني انا وافقت على اي عارس يتقدملي متجوز بقى مش متجوز مش مهم المهم ان انا مبقاش عانس ايه بقى المشكلة ممكن كلكو كده تردوا علي وتقولولي انا صح ولا غلط اشتركوا في القناة